اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق وحبيب الحق ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون حديثنا في هذا اليوم عن أمر خطير هذا الأمر يعنون له بخطوات الشيطان والله عز وجل ينهانا في كتابه العزيز من أن نسير مع الشيطان أو أن نتبع خطوات الشيطان والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا عن خطورة الشيطان أن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم في العروق فضيقوا مجاريه بالجوع الشيطان هدايا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه يريد أن يستحوذ على الإنسان يريد أن يستحوذ على الإنسان والله عز وجل كما قلنا ينهانا من أن نتبع خطوات الشيطان فيقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الخطاب لمن موجه نايا موجه للأمة المحمدية للأمة المؤمنة لأهل الإيمان الذين أقروا باللسان وصدقوا بالجنان وعملوا بالأركان ماذا قال الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان أي ينهانا الله عز وجل من اتباع خطوات الشيطان والنهي كما قال علماء الأصول هنا نهي يقتضي التحريم يقتضي التحريم إذن يحرم علينا من أن نتبع خطوات الشيطان لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر الشيطان خيرا يأمرك بالفحشاء وبالمنكر الشيطان يأخذك إلى الرذائل ويبعدك عن الفضائل يجعلك محفوفا بالشهوات متلبسا بالمعاصي وبالمنكرات وبكل المصائب والآثام لهذا الله عز وجل نهاك من أن تتبع خطوات الشيطان لأنه سيأمرك حتما بالفحشاء والمنكر والشيطان لا يريد لك الخير بل يأذك الفقر كما أخبر الله عز وجل في كتابه قال الشيطان يأذكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يأذكم مغفرة منه وفضلا لهذا الله عز وجل أمرنا إذا نزغنا من الشيطان نزغ أي إذا وسوس لنا الشيطان وسوسة تجرنا إلى المعصية وتجرنا إلى الحرام ماذا نصنع وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله ورب قال عن أمنا حواه وأبونا آدم ماذا قال فأزلهم الشيطان عنها شوفوا الشيطان كيف يشتغل سبحان الله فأخرجهما مما كان فيه وحسبكم ما قاله ربنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة التي نعتبرها أساسا في هذا الباب يقول الله عز وجل في كتابه العزيز وقال الشيطان لما قضي الأمر بالله معاي خوي الكريم أخت الفاضلة معاي وقال الشيطان لما قضي الأمر يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لما قضي الأمر خلاص أهل الجنة الجنة وأهل النار النار خلاص معاذش فيه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سائرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلأ إن ربه كان به بصيرا اللهم لا تجعلنا من أهل الشمال قال لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق هذه مقالة مني؟ مقالة الشيطان نعم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني قال لي دعوتكم بس وقالت لكم تعالوا وجتوني فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ثم قال إني كفرت بما أشركتموني من قبل الشيطان يتبرأ من صنيعه كاملا ثم ينسب ذلك الصنيع إليك يقول أنت يا إنسان من كنت سبب في ضلالي وفي ضياعي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب ألي وفي الآية الأخرى ماذا يقول الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر الشيطان يقول للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين الشيطان يتبرأ ويقول إني أخاف الله رب العالمين اجعل قلبك معمور بالله عز وجل محفوف بطاعة الله عز وجل مملوء بذكر الله عز وجل لأن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد وجلاء هذا الصديد هو ذكر الله عز وجل ولا تكون ممن استحوذ عليه الشيطان لأن الشيطان إذا استحوذ على القلب أنسى العبد ذكر ربه وشغله عن الله عز وجل بالدنيا وعوالق الدنيا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون قال الله سبحانه وتعالى إذن يجب أن يعمر قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى وأن يرتبط جسدك بالله عز وجل لأن الله تعالى خلقك للعبادة فلا تلعب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله سبحانه وتعالى فاحرص دائما أن تكون مع الله سبحانه وتعالى من كان الله معه ماذا فقد ومن فقد الله ماذا وجد مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع عباده الطائعين ويأخذ بيدهم إليه ويذهب عنهم كل مصاب وكل بلي ويجمع قلوبهم على الحق والهدى ويؤلف بين قلوب المؤمنين لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم المهم أن يتحقق الشرط أن يبتعد الإنسان عن مداخل الشيطان وعن خطوات الشيطان وعن وساوس الشيطان وأن يجعل عمله خالصا مخلصا لوجه الله الكريم صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة